بجدد لحضراتكم التحية من صالة تحريل يوم السابع معاكم وليد عبد السلام المشرف على قطاع الصحة في الجريدة متابعتنا لا تهدأ ولا تنتهي على مدار الساعة لملف كورونا سواء ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية وقائية وجهود كثيرة تقوم بها على مدار الساعة من أجل حماية المجتمع من تفشي الوباء وفي المقابل دائما نقوم بعمليات الرصد المستمر لكل الأرقام والمعادلات الرقمية المتعلقة بفيروس كورونا على مدار الساعة خلينا نخش مع بعض النهار ده في تفاصيل بيان وزارة الصحة البيان اليومي اللي كلنا بننتظره النهار ده مصر كسرت حاجز 31 ألف إصابة و115 حالة أيضا في المقابل النهار ده عندنا 1348 حالة جديدة و40 حالة وفاة والمؤشرين اللي كلنا منتظرينهم ودايما بتابعينهم بمنتهى القلق هو المؤشرين الحالات التي تحولت من الإيجابي إلى السلبي ثم الحالات التي شفيت وتعافت تماما المتعافين اللي ربنا كتب لهم الشفاء وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي عددهم 8158 حالة بينما الحالات التي تحولت من الإيجابي إلى السلبي وأجريت لهم التحاليل والمسحة عددهم 9216 حالة طبعا إحنا ملاحظين على مدار الأيام الماضية هناك ارتفاع وانخفاض في عدد الحالات الجديدة في المقابل بنجد أيضا ارتفاع وانخفاض لحالات الوفيات كلها مؤشرات طبيعية مصر حتى الآن بتسير في فلك الإصابات الطبيعية ثم فلك الوفيات الطبيعية لم نصل بعد إلى مرحلة الارتفاع غير المنطقة في الإصابات أو في الوفيات لازم كلنا نلتزم بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي بتفرضها كل الأجهزة وكل الوزرات المعنية على مدار الساعة سواء في أوقات العمل أو خارجها والالتزام دائما بالحظر والتعليمات والبرامج الحكومية وخطط التعايش التي طرحتها الدولة على مدار الأيام الماضية الشق الثاني النهاردة في اللايف بتاعنا مع حضراتكم وهو متعلق بإعلان وزارة الصحة والسكان في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتوفير العلاج الآمن للمصابين حاليا وفق توجهات القيادة السياسية التي دائما ما تكون على متابعة مستمرة لكل المستجدات وتسعى دائما إلى تأمين المواطنين من العدوى وتأمين المواطنين الذين أصيبوا بتوفير العلاج السريع والآمن كلنا سمعنا على مدار الأيام الماضية والفترات الماضية بوجود العلاج المتعلق باستخدام بلازمة المتعافين أو مصل النقاها الذي يتم حقله في الحالات المصابة بفيروس كورونا النهاردة وزارة الصحة والسكان أعلنت عن نجاح تجربة العلاج بلازمة في مختلف المستشفيات على مستوى الجمهورية وتكلمت وزارة الصحة عن نجاح التجربة وتحقيقها لنتائج مهمة هنستعرضها النهاردة مع حضراتكم وفي مجموعة من رسالة المهمة الحقيقة في بيان وزارة الصحة خلينا نقوله ونروح لتفاصيل أكتر في العنوين أول حاجة هو نجاح علاج استخدام بلازمة المتعافين في علاج الحالات الحرجة هناك حالات حرجة لديها صعوبة في التعافي لديها صعوبة في قيام الجهاز المناعي بتطوير الأجسام المضادة التي تستطيع مواجهة الفيروس الحمد لله إدرنا نوفر البلازمة من المتعافين وتكون سلاح قوي وسلاح جبار في مواجهة الفيروس وإنقاذ الحالات الحرجة التي تعاني من مشاكل صحية كبيرة من شبح الوفاء الذي دائما ما يراودهم ويكون محفوفين بالمخاطر جراء عدم قدرتهم المناعية على مواجهة الفيروس النقطة الثانية أن الحقيقة اتكلمت وزارة الصحة وقالت أن بلازمة المتعافين هي أحد الأجنحة أو أحد الأعمدة الرئيسية في العلاج التي قللت من احتياج المستشفيات لأجهزة التنفس الصناعي في بادرة أمل بتكون في هذه النقطة أن احنا هيتوفر عندنا مساحة أكبر وأجهزة هتكون مؤهلة وحتكون موجودة ومتوفرة لعلاج باقي الحالات التي تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي خاصة أن الحالات الحرجة بتحتاج تخش رعاية مركزة وتحتاج أجهزة التنفس صناعي الرسالة اللي بعد كده اتكلمت عنها وزارة الصحة وهو دعوة كل المتعافين الذين مر على شفائهم 14 يوم لخمس معامل أو بنوك للدم على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين للتبرع بالدم وهنأعرف بعد شوية الشروط المتعلقة بفكرة التبرع وإزاي نروح نتبرع وما إلى ذلك الرسالة المهمة في المسألة أن وزارة الصحة خصصت خمس بنوك أو خمس مراكز لنقل الدم لتوفير مسألة التبرع وتجهيز الغرف الخاصة بعمليات التبرع وزي ما شفنا وتابعنا على مدار الكام ساعة اللي فاتوا في إعلان وزارة الصحة وكان بالسوق الحقيقة أن كل المتعافين اللي مر عليهم 14 يوم عليهم التبرع لمراكز الدم الخمسة التي تم إعلان الإعلان عنها واللي هنروح لها وشايفينها في الشاشة مع حضراتكم على مستوى الجمهورية بتغطي مساحة كبيرة جدا وبيتم التواصل بشكل أو بآخر من خلال فرق الدعم النفسي والاجتماعي المنتشرة حوالين الجمهورية بتتواصل مع المتعافين لأن احنا عندنا بياناتهم وعندنا بيانات كاملة ومعلومات كبيرة جدا عن المتعافين من فيروس كورونا لو يقدروا يروحهم يتبرعوا عشان تقدر تتوفر البلازمة في كل المراكز وبتحتاج لعملية فصل وبتحتاج لمجهود كبير جدا علشان نأمنها للأشخاص اللي هيتم حقنهم بهذه البلازمة أيضا التجربة ليست تجربة غير مستندة لأساليب علمية لكن هي مستندة لكل الأساليب العلمية والبرامجية وبيشرف عليها لجنة كبيرة جدا من اللجان المتعلقة بالإشراف على وضع البروتوكولات العلاجية المتعلقة بعلاج مرضى فيروس كورونا على مستوى مستشفيات العزلة على مستوى الجمهورية خلينا نروح برضو لتفاصيل مهمة متعلقة بعمليات الشروط أو عملية الاشتراطات أو الاشتراطات اللي احنا لابد أن تتوفر فيه المتعافي عشان يقدر يتبرع بالبلازمة زي ما اتفقنا وقلنا أنه فيه خمس مراكز زي ما بيشوف بتطلع قدامنا على الشاشة لازم نكون متابعينها ونشرنا عنوينها ونشرنا كل البيانات المتعلقة بيها الشروط لابد أن يكون فيه وجود مسحة بتؤكد سلبية عينة هذا الشخص بيكون تم سحب اتنين مسحة سلبية برضو وتأكدنا منهم بشكل أو بآخر أنه لم يعد مصابا بالفيروس يكون مر على تعافيه 14 يوم بتتاخد هذه الكميات من الدم أو المتبرع لما بتبرع بيتم تحليل هذه الكمية وبيان ما إذا كانت خالية تماما من الفيروسات وخالية تماما من المايكروبات اللي تقدر تنتقل من خلال الدم للشخص اللي بيتم حقنه أيضا اتكلمت الرسائل الموجهة بتاعته صحة أن الأشخاص اللي مسموح لهم بالتبرع هما الأشخاص من عمر 18 إلى 60 عاما والوزن ما يكونش أكتر وزنه الوزن يكون أكتر من 50 كيلو جرام وفي مجموعة من البيانات والاستبيانات بيتم الإجابة عليها عشان يتأكد أن الشخص ده خالي تماما من الأمراض والمشاكل الصحية والأمراض المزمنة علشان يكون آمن بشكل كبير جدا في نقل الدم أيضا من الأمور المهمة أن الشخص اللي حيكون متبرع لا يكون مصابا بأمراض القلب أو